موسيقى اي اف ام سكول ماضي ساعتين واثناش ندقيقة اتواف اي اف ام احلى راديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وينما كنتوا تابعوا فينا وينما كانوا يخلطو لكم الفريقنس متاعنا نسلم برش على العابل يتابع فينا من خارج تونس على السوبر ومتاعنا الكل الباش فيسبوك راديو اي اف ام والشين يوتيوب اي اف ام تيفي اي اف ام سكول معاكم كي العادة الى تساعتين من زمان من توا حتى الى الاربعة ام تعالعشية فرحان برشة انهم يرجعوا بحذية في الجولة الخامسة المعهد الناموذة جي بي سيليان اهلا وسهلا ومرحبا بكم المعهد مونجي سليم الكيف اهلا وسهلا ومرحبا يا سيدي نعرفو تعبناكم عادي عادي كيفش كانت الرحلة والله اي رحلة بتاع اليوم لبس فيها شوية تعب وريكا تستحق دمي فيناك نعرفو اللي بش يكون فايز اليوم بش ان شاء الله نتقابلو معاه نهار اربعة جوان في الدور النهائي عرفنا الريب حلول هم بتبعتهم كل فايزين مربع ذهبي كلهم اتفايزين واللي مش بش يسعف الحظ بش نقابلوه في الدور متاع التصفيات بش نعرفو الشكون الثالث في البوديوم امتعنا كنت وتسمعو فيه بداية في فورما ونشاط ومازال ما خلطش المبروك بعد تعيين وسيسلاح الدين العربي اهلا وسهلا ومرحبا بك ممثل على المان دبيا بسليانا مرحبا بك سيدي مرة اخر عايش شكرا سي راجحا على الاستاذافة احنا بريسك والينا ولاد الدار نعود ونجد وشكرنا ليفهم على البرنامج عذية متاحة يفهم سكول برنامج متميز في العادة في الحقيقة اولا نحب ان نتوجه بتاحية لكيفة المستمعات ومستمعي ومتابعي ومشاهدي ايضا على إذاعة يفهم سكول على مختلف المواقع شكرا مجدد على نواجهوه الاهالينا في سلياننا بتبعاتهم وزيدا نتصور زيدا فيه اللي كيف جارتنا اللي هما ولوا عندكم جمهور من خلال برنامجة داية ويتابعوا فينا واسبعوا فينا ودربي هو نهار كورة اليوم دربي اما ذاية دربي ثقافي رياضي واحنا وكيف مناش قاسمين جيرين وخيات اللي يتميزوا اللي يربح مبروك عليهم معناش هذا مشكلة نحكي ودونك على الانشطة الثقافية اللي عنا في المندوبيش عنا في البروغرامسيون بالنسبة اللي تبقى من سنة الدراسية الجريمة وهو كذلك مش نبدأ اول انه هو اسبوع حافل محلالة في وليات سليانا مش نديوه على المستوى الجهوي عنا وليدات مشاهوا القروين باس اكيد اذي كنا بزنك يكملنا الماراجين الجهوي المسرحة المدرسي اللي التأم في سليانا نهار الجمعة خمسة مية التوج محد عددية النموذجية سليانا بقيات الاستاذ فتح مر اليوم صاحبنا توزيمة ديما وفي زمينا متواجهولو بالشكر ونتواجهولو زادة بالتهاني على الانجازة وان شاء الله الوليدياتنا يحقوا غدوه هم وغدوه يعرضوا الخمسة في القروين وغدوه مش مشير القروين ان شاء الله يتميزوا زادة على مستوى وطني كذلك نحب نتوجه بتحية شكر لكل كافة اسد تربية المسرحية بوليات سليانا ولجنة التحكيب والتنظيم على النجاح لحق والمهرجان متاعنا جهويا ونتوجه بالمناسبة زادة بالتحية لكل اعذاء اللي ساندونا في المهرجان الذين يعاونونا ونخص بالذكر السبونسورينج متاعنا الوافية الوحيد وعنا موضوع نحكو فيها على حكاية سبونسورينج بالنسبة للتربية في سليانا عنا اشكال كبير برشا ودا ديت عاونوا موضوع في وزارة التربية الحق ديما تساهم فينا وعاونتنا برشا في اقتناء الجهوية وسينابيل ماشكور سينابيل برغيوي رئيس الودادية وهو كاتب العام متاع الماندوبين فجوره بتحية خاصة له عنا زادة قمنا الأسبوع القادم مكملنا تحدي القراءة في نسخة سابعة تصفية الجهوية ترشح وثمانية تليميديات اعدادي وثانوي اربعة من اعدال نموذاجية وفهمة زوز من عددية جعفور وزوز تليميديات من عددية الشابي سبعة تليمدة ابتدائي ان شاء الله مش التأمش نمشي ونهارة عشرة نكمل القروين نمشي ونسوسا هنا عشرة في المنطقة الاقليمي لتحدي القراءة وان شاء الله اللي ديتنا زادة يتميزو كل عادة غاديكة ان شاء الله بالتوفيق لتليمدة الكل بنقذية على مستوى التعليم الثانوي الاعدادي وثانوي ان شاء الله مش نجيبوهم في اي فرصة باش يحضروا ان شاء الله كان كنا في الفتاتصفية النهائية عن كذلك اختتام بالنسبة للمرحلة الابتدائية تم عملنا اختتام الموسمة التقافي في طرف المدرسة الابتدائية يوم ثلاثة ماء كذلك نهار خمسة يوم الجمعة زادة كيف كيف فما املاق باللغة الانجليزية صار بالنسبة للمدارس الكل الابتدائية شاركوا فيها مجموعة تلميذ التلميذ والنتيج ده اللي مش شو يعلنوا عليها البارحة اليوم مازدتما الحق كذلك ورشة الجهوي المشاريع في مجال الفنون والروبوتيك صارت زادة نهار الجمعة بالنسبة لتعليم امتدائي كذلك قاعدين طوى نحضروا للأولمبياد الفيزياء اللي مش يصير نهار 12 ماء أولمبياد نخدموله هو الوليني في تونس عملنا مجهود كبير قاعدين نحضرنا لكل شيء مشكلة متعنا اللي أول حاجة نحب ولا أول من خلال المصدحة متاعكم نحب نشكر العبادة لعونتكم وعنا مشكلة احنا تواجهنا نلوجع سبونسورين بالاسمي في تعرف وليت سليانا وليه محدودة ما عني اش برشة لاب عامل لا حد شاي فهمتنا المناخ الاقتصادي شحيح به تواجهنا بالدعوة فما نذكر مش نذكر اليوم بالأسامي هاتنا فما شوية تعقيدية كم نقولون احنا بيروقراتية إذارية احنا مشينا التنزيط اليكم ما غير ما نسمي بايح التنزيط اليوم ليه مش نحاودوها حتى كان ترجمتها يمكن تطعن اتصالاتهم بايح سبع سامحنا نعتدروا هما ذاك هو فما والاخرين ليه معانا معانا مؤسية موجودة تحيال الواليد زرياط والعبي على بالله بالله المؤسية المعنية اللي بعثني لهم باش يعاونونا على الملتقى هذي ما فاها بس يعاونونا هما روا على المستوى الجهة ويقاموا بدورهم وبعث ويقالوا احنا روا في السنترال وسبونسورينج والدنيا رانا كلهم رانا طريبة نحنا لانا مارا جانيت ولانا كذيء يعني جوست احنا ديس ما قولهم بياد متاع الفيزيك مش تشجعوك تليم ذيت مش تالبين مبلغ كبير راو جيزة كنكلو إدارة تعطينا جيزة متاع تلاتة مئة وخمسمائة دينار مش نا تالبين اللي مني دونك وبالملاسبة هذي قوللكو الخير اللي متنزمش تردو يزمك تعد فاما زوز اشخاص لالامانة هما محبوش نذكروا اسامية هاي اسامية ما تيبش تعمل بدك وتذكر لي لي مش مزبنا نشكروهم تفضل يا سيدي سيطارق البرقوي السلاح البرقوي الزوزة دوما كانوا من اول ما عطينيهم الفكرة الحق الزوز عاونونا وعطونا الجواز كانوا من السباقين باش يحضرون الجواز وان شاء الله اللي بقية نوجهوهم تحي بالنسبة تاول نجو بش نختموا بالوطنيا الفضل وطنيا اهم حاجة بالنسبة اللي نحنا ونحنا في عشوية رياضية فهمت ايه عنا بالنسبة المندوبية متاع سليانة نهار سبعمية زيادة توج تتويج رياضي المدرسي حيث تحصلت العددية حي نور سليانة على البطول التونس في كرة القدم صغار اه في بورس في كرة قدم صغار اداني ضمن النهيات الوطنية اللي دارت فيس فيقس كذلك اه عنا الاعدادية شابي اينيت زيادة تحصلت على المرتبة الثانية واعدادية بوراد تحصلت على المرتبة الثانية وطنيين اللي دارت شكون لي هزا والله الثانية المرتبة الاولى المرتبة الاولى منعش انا عارف كان انا عارف كان ولادي بالنسبة للدنياوية البنات متاع صلينا متاع حينور تصار فاما ريزيرف فهمني وحنا وحنا معاملين بارشة زيادة مانا في عشوية بتاع كورة طبعا معاملين باش لحنا لخاطر استحقاق فما استحقاق تصالة اه ننخدوا احنا للمرتبة بالولة بالنسبة للبعبون تحييت شكر للمندوبي الجاوي دي الرياضة زيادة اللي هي نحنا شركاء والحاجة اللي هي اللي نختمه في سلينا في شراكة وفي تعاون ونسي جيم انسي جيم تحييت شكر للمندوبي الجاوي الرياضة والاستاذ اللي مشرف سي براهيم اتراد وسي مروين مرزوق ويعطيهم صاحة الناس الكل ويعطي كتي صاحة حالف مو بشانسة حد اليوم ولكن نظرا لذيق الوقت ونعرفوا اللي عنا مصابخة اليوب دي بشنال بازي تسويل بازي تسكور للي بشي جي ومعنا شوية اخر المتبارين يعطي كصاحة سي سلاح الدين العربي ممثل على المندوبي جنا من سيلينا وانكو اي فوا مرسي على التناقل والمجهودات اللي قاعدين نتخموا بها فاصل اي شيري ورجعي ناتو السويت مرحبا اي فيم سكول كل حتم التثل الخمسة متاع العشية برعاية وزارة التربية على اي فيم احلى غاديو ما في ساعتين واثنينة وعشرين دقيقة في فيم احلى راديو ويا فيم سكول حتى للاربعة متاع العشية وكن ذكر اليوم بحذية المعهد النموذجي بي سيلينا ومعهد المنجي سليم الكيف اليوم الدمي فينا للثاني والفايز بش يتعدى ويلعب النهائي ضد كبلي يوم اربعة اجوان ان شاء الله كل ما يجيوا بحذية لاني نورات ما شاء الله عليهم يجيوا متميزين معاهم مش نشوفوا شنا يا مجل التمييز متيحوا لما حالانا بديت نفهم شوية من المداي اللي قاعد شوفيهم يلصفوا لاني في الستوديو اي العباسي مرحبا مرحبا السلام عليكم نحيي جميع المستمعين حلو لحد الان منظمين اي العباسي خمسة عشرين سنين نقرأ في معهد المونجي سليم سليانا اي لاعبا في المنتخب الوطني المنتخب التونسي للكاراتي اختصاص كتاء وكميتاء حلو يس تفسر لنا هذي وهذي تفسر لنا هذي وهذي ولا نتعدى ونحكيه عليهم يدايتو نتعدى ونتحكيه هاي تفضل لله قديش عندك في رياط الكاراتي 10 سنين ما شاء الله قديش عمرك اليوم 15 خمسة سنين خمسة سنين دخلت كعبر في السالة معاهم وبرهم بعض ديت تغرم كيفاش كانت البداية تعطيني ساعة الفكرة من لو انتي حبيت تدخل الكاراتي ولا لا بابا لاعب سابقا وعندو برشة ترويت ومن المالي صغير وعنا غربنا ورفك الجينات متع الكاراتي كهو نترينينا في السالة متاعنا عنا سالدسبوغ نترينينا مليانة صغيرة من بابا حتى قبل خمسة سنين خمسة سنين قولوا احنا بديت بديت بالحق لترينة مقبل مغرومة بيسر تمشي معا الويلد نعم وبدأت الامور تاخذ نقروا احنا منحة جدي كان في البريود دايما خمسة سنين للتالي فما شوية هكا الويلد لهوة زايدة ولا كيماليترينية معاك الكل كيماليترينية معاك الكل صحيت صحيت كان يلزم تقول اكاك هاي هاي احكينا على البالماريس اللي هي المشاء الله التتويجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم على المجال الفريقي تور في البطولة التونسية شارك تشيل بره نحكي بساعة على الاقليم الاقليم الشامل الغربي مليانة صغيرة هزا ديما مداي الدوغ في سبيساليتي كاتا و سبيساليتي كونبا ما فكيلي حد قبل و بشوية بشوية من اللي وليت عملي عشرة سنين خلنا من العشرة سنين وليتنا نلعب على المستوى الوطني تونس كاملة جمهورية تونسية كاملة و الحمد لله و الحمد لله توجنا معناتها بعدة القاب بطال تونس فهم بطال تونس خمسة مرات على التويل مفكيلي حد دي كارني فهم تانبيض ما تغشو هاش الطفلة غشها خايبرا واضح حتى اللي انتخرج بلاي يتبيب زمان عند وخيتنا ايا رضيه السيلوت كان مستحق لهم جا كيف كيف تلو خيام في الراديو معناتها شوية سبور حتى قسم الرياضة معدوش مع الرياض دهدهنا شوية تفضل لله يكمل عام ناولا في سبتانبغ شاركت في كوب دافريك نورد افريك حصلت على المرتبة الرابع لعبت عدومي فينا لو خسرت ميسيلش ميسيلش و ان شاء الله الـ 20 مايي قاعد نحضر البطولة المتوسطية دورة 29 متاحة البحرق بيتمتوسط الكل بشارعبوا في تونس و ان شاء الله الو 4 جوان بشارعب في ملعبك وامم جمهورك عاد وان شاء الله وان شاء الله تحضر معنا نهارة الفينال وهم يكونوا الفيناليسة بشارعبوا على تروازين بلاس اليوم تناعرفوا تتفضل بحذينا بالميدالية الذهبية ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله عندي بطولة الكوب دافريك في ليبيا متطورش كان مش لقاعد بحذيك وان شنجيه الهنة بالتاليفون مثل تاليفونات في الدليا وفهم كاميروات مرحبا بك في كل وقت يا عباسي يعطيك ألف صحة سواء في المسيرة الدراسية او الرياضية خمسة مرات على التويل الضفة الأخرى معنا سوجود منصوري مرحبا 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 سوجود منصوري من ولاية الكيف العددين نموذجية 9 أساسي من قبل عندي موهبة وشغف باللغة العربية نكتب خواتر عندي شغف بلغة مرحبا 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 عندي شغف بلغة العربية مرحبا ما شاء الله يا حدري الخاطرة وكذلك تقران نحوية اليوم نقدم الخاطرات كما تحب صبح ونص ما يشيصر أنت بش تكون موجودة في فرق الأسناد شايم انت عندك الكندركتور كما تشعر لغة مرحبا 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 أحزنني أن أراه في ظلمة الليل وسكونه قابعا في ركنه الأثيري وقد حامت حوله أشباح اليأس والقنوط والعزي فكبلته وعقلته وحرمته حريته وأردته أثير ظلمة حالكتين لم أخرج لها ولمنجى منها وما أشد ضعف الإنسان حين توسر الأقدار وقطراتها العمياء في جفنيه فيكف بصره ويبدأ صراعه الأزلي فبأسفاه على قلبه المكلوم النازف المحترقي شكرا الله الله سجد المنصوري يلي حتيك الصحة برافو ومازلت في الكتابة متواصلة اين عندي كما قلت شغاف كبير باللغة العربية ديما نكتب وإن شاء الله قاعد نحضر في قصة بس نشارك بها السندقة ش عاملة معك بالله كان عندي فوبية منها ويقول لها شوفها في المكاركش حكيتها الحكاية دايما زلتقرة خاطر انتي أنا كملت ما عندنا صدقة نحن صدقة نحن صدقة نحن نعرف نحن نعرف فوبية الحقيقة انت صدقة نحن نحن نشير نحن نشير نحن نشير معناها سبب الرياضة كرة السلاء في فريق اسمه اسكا في وليت الكيف معناها وقالزين نشيرك ونعمل في مباريات ما شاء الله يعطيك صاحة يا لو بالتوفيق اي ليه هكا طوي يعطيكم صاحة الزوز اللي تاسمع فيها من كبيرة قاعدة تحكي يا راشيرني مرحبه يا راشيرني صاحب خير كبيرة القاعدة اليوم مرحبه 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 صاحب خير حظرين اليوم من الدومي فينال او لا؟ قبل ما نتعديه للأسئلة الثقافية عنا تريفون مع سيد الخامس رزقي مدير الحياة المدرسية بوزارة التربية بش نحكيه على أهم الأنشطة متاع الوزارة على غرار أجواء المهرجين الوطني للمزرح بالقيروان اللي انطلقت فعالياته اليوم لحد 7 ماي واللي بش يتواصل على امتداد ثلاثة أيام أهلا وسهلا ومرحبه بيك سيد خمس الرزقي مرحبه مرحبه ومرحبه بمجتمعية إذا عكي يفهموا بالحضور معاك أهلا وسهلا سيدي قلنا كيفاش كانت الأجواء اليوم بكت انطلق اليوم المهرجين الوطني المسرح بالقيروان 26 من دبي على 24 ولاية اليوم اليوم هو انطلاق عرض المسرح المدرسي واختتام سنة دراسية من العمل ضمن نواد المسرح وبعد تصفية ب26 من دبي واخترة عن كل من دبي لنقل بين ذكرين الأفضل من الأعمال ووقع ترشيحها للمشاركة في المنطقة الوطني المسرح المدرسي الذي تعطبينه عاصمة الأغاربة عاصمة المسرح المدرسي اليوم مدينة القيروان الجميلة المشاركات انطلقت منذ صباح بحفل تنشيطي في الشوارع كانت مجموعة من الفرق الموسيقية والمجهورات جابت شوارع مدينة القيروان ثم وقع الاختتاح الرسمي صبيحة هذا اليوم من قبل مبشل وزارة التربية وسيد ولي القيروان وسيد المندوب الجهوي للتربية امتلقت العروض منذ صبيحة اليوم حتى اليوم بأربع عروض و Secthydes 3000 و عرض المندوبية الجهوية الجهوية للمهدية ف المندوبية الجهوية للتونج 2 و المندوبية الجهوية لهما shoulders هذا المشاء ايضا ستتواصل بقية الهروض اليوم والغد وبعد غد سيكون ختامها المسك ان شاء الله كيفش كانت الامور التنظيمية نعرفه ماهوش ساهل معناتها افكتيف مهم جدا اكيد انا عمله جسي سبق التنظيم اليوم الا ختام العمل والجلسات مع الابين المندوبية والوزارة فيما بين المندوبية والهياك المندوبية كان التنظيم رائع واستقبال رائع عادناه على اهالي القيروان وكان استقبال منتاز التلميذ مبدعين واحتفاء بهم وهو الاساس من هذا الملتقى هو ان يلتقي التلميذ فيما بينهم ونحتفي بنقدمهم من ابداع ومبادرة وانتاج خلال كامل رضاهات السنة الدراسية هذا هو نعرفه اللي اوشكت على النهاية كتتويج للسنة الدراسية ككل والاعمال اللي قاموا بها في الازاتوريه والبرفورمانس اللي قاموا بهم في وسط العام دونك تتويج جنقولو احنا على قانتش هيل شوية بالنسبة للعام الدراسي هذا دونك ثلاثة ايام بش يكونوا حاضرين كما قلنا من مختلف انحاء الجمهورية في القروان تصور القروان منتعش بالاجواء هذي اليوم اكيد اكيد حتى شوارها بكاروامل يوم ما تحركت ويوصفنا جمهور مختلفة منتعان جمهور تلمذي واكد هذه التظاهرة اللي هي كما قلت هي تتويج ولكن هي عرض لنماذج من افداعات تلمين في مجال المطرح لان التتويج كل النوادي التي ستشارك والتي ستمثل منتعج جاوية للتربية هي متوجة لطبعها التحفيز من خلال هذا التكريم الوطني وانه النوادي تعرض هذه المنتوجات وتختتم بها السنة الدراسية علمين وانه المنطقة الوطن المسرح المدرسي هو ختام باكورة المنطقيات الوطنية اللي تنظمها وزارة التربية وبالتحدي بزارة العامة المرحلة العددية تعليم الثانية هذا هو وقبل ما نختمه سيد خامس حبيت نسألك نعرفو اللي جيل هذي جيل ديجيتال جيل تصوير جيل توثيق هل باش نشوفوا حاجات معنتها تعرض على منصة خاصة وإلا مزلنا مخاممنيش في الموضوع كما منصة خاصة باسم المنطقة الوطني المسرح المدرسي بالقاروان على موقع التواصل الاجتماعي أيضا هناك بعض الإذاعات والإذاعات الإلكترونية الجهوية لتتوفق وغير إذن الإضافة للتوثيق اللي تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية وسنمدك امتباعا بكل جديد وكل عرض منتها يقع عرض على منصة التواصل الاجتماعي ممتاز ومشكور ويعطيك ألف صحة سيد الخامس رزقي مدير الحياة المدرسية بوزارة تربية عن جامع سي الوقت اللي خصصت هنا اليوم باش نحكيه على فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بالقاروان اللي ينطلق اليوم ويمتد على ثلاثة أيام يالله سيديني نبدأوا في الأمور متاعنا نحن نبدأوا في الرسميات الفريقين نزوز بحذيه اهو مازال يتملم اللي ركح في الكرسي متاعه أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الفريقين يارا الشيرني أشرف محنين أهلا وسهلا بط عايشك صحب خير شنو الأمور صباح هكا هو في البركة عرفتك اللي يكتبوا ديما في عوض الاسباس يحط نقطة ترقاها ميسر في الكومنترات ترقاها ميسر هكذا نقطة يزي في البركة رجع الاسطر تحبش ياسر هاذر بنا في البركة متعرف اللي يحكي ياسر يزلق ياسر يغلط ياسر دونك يسمع كلام ياسر هيدا هو يال ماريام الدابوسي بحدها يادم العبدالي مرحبا عايشك بارك فيك مرحب فيك مجاي مبارك له في الطي والله حال أخوي طول فيها قدم لي أنا أباي يودي ومشي هده أنا كملت من الضفة هذي وتعدي تاو من سليانة مشيت للكيف تاو ذكرت ليه ها تبارك له جيتني عساري يا اخي قلت كل غيفليكس يو برافو ونفضلك معكم أنا خاطر بدينا ستينس وببعضنا ما طاعنا خمسة تحمحيمة ميش في بلاساتة على فك أخوي يا ايد قدم لي نفسك أخيك عايشك يبارك فيك هاي خو هاي خو هاي خو امي نامي قدم في نفسك يالله ما طاورش عليكم شبيب المية فرنك واليوم المية فرنك خطرتها بالذمة بيش تكون معظوذها من لدلالة الماتش دمي فنال لازم معادة حتى دخل بالموضوع كتابة شيرا لي فاها الكتابة هاي خو شيرا لي فاها المية ها سيدك هاي خو هاي خو الموضوع جي بي سي لينا تختارو من واحد لستطاش خلي نبداو فلاسات ثقافية ويبدأ سكور هاي همش ما يتصرحوا شوي ويحكيوا تفضل للا نبداو بالسبعة كل عادة السبعة كل عادة السبعة كل عادة ناشح خطط السبعة كل عادة بالحق زي عنا نسال فيك مرة فشلت مرة نشحت نحن منهار اليوم 700 قلنا هاي 700 بي اسكو فما لوجيك عندي لطفي في اعداد الاسئلة هل رقم 7 دي ما السؤال سهل وإلا لا علما وإنه وفما اسألة سهلة بشكوت وفما اسألة لحقيقة يمكن شوف الجوجل يعرفهم شوف لا ولكن كلا عادة نجم نعطيكم المرجع من كتاب ومانا صفحة بالضبط وفانا عم قريته ما دي ما فيها الشك خطر اكتب الكل عن سيلوت في سؤال 7 يريتك مخترت 7 تتعرف عليش تقول حاضرة لله هالسؤال يقول كيف يمكن حساب قوة التكبير الكلية لمجهر ضوئي حاولوا لقوة قوة التكبير الكلية تساوي قوة التكبير العدسة العينية مع قوة تكبير العدسة الشيئية واضح؟ هذو محتمال يترى اثني قوة التكبير الكلية تساوي قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية ثلاثة قوة تكبير الكلية تساوي قوة تكبير العدسة العينية على قوة تكبير العدسة الشيئية وحمد الله فاول احتمالات وعشر ثواني للتفكير ومن بعدها نسمع الاجابة متاعكم ابناء المعهد النموذجي بي سليانة كيف يمكن حساب قوة التكبير الكلية لمجهر ضوئي ثم كان عندكم الاجابة تابعوا فينا على الباش فيسبوك راديوية فايم تنجموا تخليونا كومنتير وتفسروننا شنية هي الساعة قوة تكبير الكلية لمجهر ضوئي قبل كل شيء ومن بعدها نحكي في الشيئية ولا العينية اتفاضل لل اختارنا الاجابة رقم اثنين قوة تكبير العدسة العينية مع في قوة تكبير العدسة الشيئية ضرب في في فسرن فسرن نتفكر لفي ضرب وان بلوس لوجيكمان قبل هي شنية يعني في المزهر فيه زوز عدسة تفهم اللو العدسة في العين وعدسة لوطة لوطة وانتي تقمر في العدسة تقمر في الميكروز هذا ما عابش ناسمع ثم عدسة يعني عدسة تحط في عينك وعدسة قبل الحاجة تدورها فاما ترواها كان يعني حتي تزوزو الزوزة اللواتياتورة بعضهم و الوحدة نتيجة في شديك يعني تكمزوزو بعض كنتو ما زادا ما كمش فاهمين على شنية قاعدين يحكيو اليوم خليونا كومنتير على كل إجابة صحيحة عشرة نقاط وسؤال رقم سبعة جيب انتيجة معاك للا برافو عشرة نقاط المعهد النموذجي بسليانة الاختيار عندكم انتم بناء الكيف من واحد للسطاج دون اعتبار سبعة بيانشور اختارت اربعة حلو يسر أمور كربيرون والأجواء ذيكة عندكم ولا ما أمور شنية محروقات يمكن 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 كان خليناها في الجغرافيا لكيش مش ليزم نورمال مو قريطوها في الجغرافيا المرجع لتبيان كتاب الجغرافيا سنة اولى ثانوي عندكم دي دعم اللي تعديت من غادي اشتر البروغرام ما قريناش اه اي برس من سيد اللي جيلة ذي نقصوا برشة عوام والله يربي يكون في عونكم والله على كل نعطيكم السؤال وربي كبير حاضرين السؤال يقول النفط الخام هو مادة سائلة في بطن الأرض نتيجة تخمر مواد عضوية لمدة ملايين السنين وتتركبوا أساسا ميناء قبل ما نقول ميناء هل عندكم الإجابة مناش تتكون دوك نمروا إلى الاحتمالات 83% من الكربون و 12% إيدروجين وقل 50 كربون 50 إيدروجين وعلش لا 20 كربون و 80 إيدروجين نعطيكم 10 ثواني تتشاوروا مع بعضكم وتعطيوني الإجابة النفط الخام هو مادة سائلة في بطن الأرض نتيجة شنوه تخمر مواد عضوية لمدة ملايين السنين إجابة الثالفة وما قالش له ناسي لطفي اللي صاروا برشة مجازر في حق الإنسانية جرة هل مادة سائلة اللي تطلع عكا كمن عند ربي إجابة الثالفة الثالفة 20 كربون 80 إيدروجين هكذا نبه سليان بعد ما عطيتهم الاحتمالات تصوروا لولا تصوروا لولا ألا وهي قدرت 83 كربون و 12 إيدروجين 20-80 ظهرت سائلة كمبليكي شوية سينو 83-12 والإجابة خاطئة للأسف الاحتمال أو هو الإجابة الصحيحة 83% من الكربون و 12% من الهايدروجين دونك 10 نقاط مقابل 0 نقطة لأبناء الكف كلا عادة نطلبوا منكم مش تحضرونا السؤال المفاجئ في كل حلقة وماشيين وتصعبوا شوية في الأمور حقيقة أنا عندي الأسألة الزوز ولكن البداية بش تكون سليانة في قراءة السؤال المفاجئ كالعادة ماما مريم حيدة وحيدة السؤال تأني كذا ونعودوا لإحتمالات مرة أخرى ونعطيهم عشرة ثواني للتفكير وتفضل لك الكلمة ونعطيهم ونعطيهم سؤالنا يقول من هو الحاكم النوميدي الذي خاض آخر معركة ضد يوليوس قيصر وتوفي في زاماريجيا في 46 قبل الميلاد الله يرحم الله يرحم هل هو يوب الأول يوب الثاني يوب الثالث نعيد نعيد الاحتمالات هل هو يوب الأول ولا يوب الثاني ولا يوب الثالث من هو الحاكم النوميدي الذي خاض آخر معركة ضد يوليوس قيصر وتوفى في زاماريجيا في 46 قبل الميلاد يوب الأول يوب الثاني يوب الثالث يوب الثاني يوب الثاني عليه خير الأمور أوساتها آه واضح للأسف هو الإجابة خاطئة والإجابة هي يوب الأول يوب الأول تمشي العشرة نقاط تتسرسب نحو سليانا آه يا سيدي أبناء الكيف سؤلكم المفجأ وشكوم شقراس الله 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 نجم طام لأحتراز خاطر أنا نعرف القارئ آه القراءة واضحة يعيشكم صحي صحي شفتي فيه يعيشكم لأعلي سمعته في البروفا قبل ربي توست لأعلي نظمت صلحت من الأغلاط نظمت آه تفاضل يا سيدي لأعلي مدية الدهماني التابعة لولاية الكيف تقع المدينة وهي تصغير لكلمة مدينة والتي كانت ملجأ للعائلات الفينيقية الثارية للهرب من بطش الرومان رجدنا 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 مشينا نزل نطاوم قصة منتك أعمل منعطفات ومنعرجات وطلوع وهبوط وفازات تعال ليه يا خي ألقى شارع فما أعمل فازة في السؤال مش ربي باركك من إجابة اطعب عليه السؤال نوعي 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 وين وصلنا عاو في معتمدية الدهماني التابعة لولاية الكيف تقع المدينة وهي التصغير لكلمة مدينة التي كانت ملجأ لعائلات الفينيقية الثارية للهرب من بطش الرومين وهي تمتد على مسيحة 180 هكتار 200 هكتار وإلا 250 هكتار السؤالي ضحك القارئ ماذا يا سيد لذلك قلنا 180 هكتار 200 هكتار وإلا 250 هكتار أهضم الأحتمالات المدينة قديش المساحة متاحة 180 200 ولا 250 عشرة ثواني للتفكير شابيبة عندكم شي الإجابة كيف ركزتوا مليح كيف ركزتوا مليح أركز نتصور أنت ركزت مليح هيا هيا اللي هيا إجابتنا 180 هكتار على خطرها مدينة صغيرة نرمال ما مش غادي التركيز ما نقصدش غادي كراكسي حاجة أخرى صحيت ساعة هكا جات تجري طفل قبيل هيا تنقل كيفيش سيبون الإجابة 180 80 طفل فخاطئ طفل حيث بخطر خطر خير الأموري خطر خير الأموري أوساتها 5 لا لا لعلها أوساتها عننا وتضليل شانت سيقولو يا عقصي هيا يعطا تستراتيجي متاحها في الإجابات نحن هيا هذه الإجابة متاعكم بان بنفس المنطق كنتم تنجم تربح عشرة نقاط مثلش عديد هيا 20 10 ساعة لولا سافا وامور منظمة، ما نعطيك فرصة تديرك؟ واضح؟ ما نعطيك فرصتك؟ في الشاعر؟ في الشاعر من بعدها، ما نعطيك فرصتك؟ فاصل إيش هيري ورجعي ناتو تسويت ماضي ساعتين وتسعة واربعين دقيقة إيافام أحلى راديو حتى للأربعة ومتعال عشر يوم كاملين معكم الرحلة إيافام سكو نسلموا على كل من التحق بنتوا نذكروا النتيجة عشرين نقطة المعهد النموذجي بي سليانة وعشر نقاط معهد المنجي سليم الكيف لحد الآن متقاربين ما زال طرح فيه برشة نقاط للربح بطبيعة وما زالوا برشة مسابقات طبعا بعد السؤال المفاجئة كما كل حلقة نختاره شخصيا نعطيكم معطيات على حياتهم وتحاولوا تطلعوا من يكون حاضرين؟ ننطلقوا بالمؤشر الأول نبدأ ننطلقوا بالمؤشر الأول ركزوا مليحو ولد بالكسر من حامد جيبس مسقط رأس الطاهر الحديث رفيقه في النظال في أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر تفضل الله فرحات حشيت فرحات حشيت ذوك عنا محاولة أولى من عند الكيف قالونا فرحات حشيت حتيتنا الداتة؟ قريتنا الداتة الولادة أم لا؟ لا لا واضح تلزمكم في حاجة؟ لا لا غير بك أنا أعطيت أندي كاسيون قلت في أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر وين تولد؟ في حامد جيبس مسقط رأس الطاهر الحديث وكان رفيقه في النظاق نحط نحط احتمالنا أنت قول قول عبدالعزيز الثعالبي عبدالعزيز الثعالبي بالنسبة السليان نقيدوك تفاضل الله المؤشر الثاني رأد الكفاح الاجتماعي الوطني وبعث أول منظمة نقبية تونسية مستقلة عرفت باسم جامعة عموم العملة التونسية المؤشر الثاني هذا وصح لكم شي شوي قربكم شي بعض الشي فرحة حشيد أنت تقول فرحة حشيد ايه لا إله الله فرحة حشيد نقيد لك أنا فرحة حشيد خاطر خذيه هادي جا فرحة حشيد مش مشكل نقدمو بالمؤشرات تعبوش تبدلو حاج انتو لا لا خالي ومانتين تعلم اللغتين الفرنسية ماذيك على شيرة والألماني علش قولنا الفرنسية والألماني خاطر نقدمو في المعطيات ونفهمو عليش الألمانية ممكن تحدلكم الإجابة نواصله استقر في برلين عام 1921 حيث تلقى دروسا في الاقتصاد السياسي من يكون يترى او من تنع لغيبانس وإلا نبدلو صفا صفا خليوا بالنسبة لكم انتوما فرحة حشيد بالنسبة لكم انتوما بعض عبد العزيزة العلبي خلتوا فرحة حشيد أيضا عندما رجع نهائيا من برلين أواء المارس 1924 كانت قلبي لا تعيش غليان اجتماعي جرى الأزمة الاقتصادية لسنة 1923 وأثرته الثقافة الشعبية السياسية لا ما يقول لنا شيء المؤشر ذا كيف كيف هنا نتعدى ومش مشكلة حاول عند رجوعه تأسيس تعاضدية تجارية لتمكين العمال من اقتناء المواد الأساسية بأسعار معقولة مقترح شكون في الدولة أنا ذاك هذا يا ترى هو الشخص اللي قاعدين اللي وجعله ها يا سيليان عندكم شي محاولة لا كيف أيضا؟ لا كيف كيف ليس من باب الصدفة أن يكون مقر الجمعية الخلدونية المكان الملائم الذي بينا فيه محمد الخطوط الكبرى لبرنامجه الاقتصادي الاشتراكي الرامي إلى تأسيس شركات تعاونية زراعية وصناعية تجارية ومالية في أهم مراكز البلاد أنا قلت الاسم لهنا في المؤشر هذا لذلك عن شي محاولة لا إله إلا الله أنا قلت الاسم قاعد اللقب اللقب أنا قلته في المؤشر الأول وأموركم محمد علي الحامي نقيد لك محمد علي الحامي مام وين هي المؤشر رقم أربعة بالنسبة للكيف محمد علي الحامي لسقتم في بعضهم نعم حلو بدأت فكرة بعث منظمة عملية مستقلة عن اتحاد النقابات الفرنسي تشق طريقها في أواسط العمالة التونسية هو شرع هو في تشكيل هيئة نقابية تونسية منتخابة محمد علي الحامي هو؟ محمد علي الحامي سليانا؟ مم؟ كيف؟ شا نقول؟ ليسيرج ما نقولوش ما نقولوش نباهي نطع داول المؤشر قبل الأخير انتخبت اللجنة التنفيذية الوقتية لجامعة عموم العمل التونسية يوم الإربعات 3 ديسمبر من سنة 1924 في قاعة الشغل بنهج الجزيرة وانتخب محمد كاتبا عاما لها حلو المؤشر دا نا تحس بوزيشان ويبانجليها سيلوت في بيه بيه سيلوت في بيه وفي الأجل في حادث يوم الخميس عشر مايه الفتعامية وثمانية وعشرين وتناقلت صحفة تونسية ناطقة باللغة العربية نبأ الفاجعة الله يرحمه نحكيه على محمد علي الحامي إجابة صحيحة لأبناء الكيف وأربع نقاط يصبح عندهم عدد إجمالي نقاطهم 14 نقطة حلو ياسر مقابل عشرين نقطة ما زالوا هربين عليكم قديش؟ ستة نقاط خفيفة وبسيطة الساعة الثانية بش يكونوا معنا زملائكم ولكن كاست واحد داخل اللي هو الفن والجو والخاطرة والشعر حاضرة بابا لا مكش مطمني جملة فيك باللهي باللهي تفعل 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 مش سير تفعل في سير لأيام هكا ولا كان فلونتين في سير قتلي أي هكا ديما تفهم جملة تكتب على قليلة في الداخل؟ ولا تلوج اللي عدك تلو خليك وخرج ظهر لي وهبط الريدورة يا أخوي يا أخوي ميسال شرا الدنيا أخذ ورد أخذ كلمة واحتي كلمة مزنة مزنة تعمل تشفتها فيها مش محذر انت لنبع لا إله إلا الله حلو ميس سيد محذر روح ومتريني على روح وقاري على روح هذا اللي لازم يكون فاتك معك طبيعا وشرتو يلزم يكون قاري على روح ويعا الله خير الله خير مستعد لل ولا كيفين هذا كله تنعرفوه في الأوف إحنا باكى ساعتنا الأولى وفيتنا تقابلوا شوية آخر نكملوا معاكم ساعتنا الثانية من EFM School ما تبدلوش الموجانة رجعينا توتسويت اشتركوا في القناة